حدثنا عبد الله حدثنا مصعب بن عبد الله هو الزبيري قال حدثني أبي عن فئد مولى عبادي لا قال خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمني بن عبد الله بن أبي ربيعة فأرسل إبراهيم بن عبد الرحمني إلى أبن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد وسعد هو الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبه فقال إبراهيم أخبرني ما حدثك أبوك قال ابن سعد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة فقال له سعد هذا الغائر من ركوبة وبه للصاني للصاني من أسلم يقال لهما المهامان فإن شئت أخذنا عليه ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنا عليه ما قال سعد فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه هذا اليمان فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما ثم سألهما عن أسمائهما فقالا نحن المهانان فقالا بل أنتما المكرمان وأمرهما أن يقدم عليه المدينة فخرجنا حتى أتينا ظاهر قباة فتلقى بن عمر بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو أمامة أسعد بن زرارة فقال سعد بن خيثمة إنه أصاب قبلي يا رسول الله أفلا أخبره لك ثم مضى حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء فاتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال فقال يا أبا بكر هذا المنزل رأيتني أنزلوا على حياض كحياض بني مدليج ترجمة نانسي قنقر